متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة نتناول فيها ردود الأفعال على ما يحدث في وكالة تونس أفريقيا اليوم نحكيه على رأي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة تأتيلاف الكرامة والمعروف بعداءه للصحفين سيف الدين مخلوف معروف بتصريحاته ليهجم فيهم ديما أعلميين توينسا والصحفيين والمراسلين اللي يخدموا مع مؤسسات أجنبية وحتى أنه مرة في ندوة صحفية تهجم على بعض المراسلين لقنوات أجنبية فخليوها الصحفيين الكل في إطار التضامن مع بعضهم وخرجوا وخلوه يحكي وحده ومن وقتها نقابة الصحفيين قررت إنها تقاطعوا لكن في الحقيقة قرار النقابة هو ضعيف ونقابة الصحفيين ضعيفة في فرض قراراتها فتمت المقاطعة لفترة معينة ومؤخرا عاد سيف الدين مخلوف يظهر في الأعلام ويعمل حوارات أعلامية عادي من غير حسيب ولا رقيب أيضا نقابة الصحفيين قررت إنها تقاطع عابير موسي وبعد فترة وجهزة من المقاطعة ظهرت زد عابير موسي في وسائل الأعلام ونقابة الصحفيين ضعيفة ما تنجمش تفرض قراراتها على منظوريها اللي يخدموا في وسائل الأعلام خاصة وسائل الأعلام خاصة اللي هما يتحكموا في الصحفيين واللي هما عندهم سلطة عليهم ما ينجموش الصحفيين يكون عندهم موقف موسيندة لنقابتهم لأنهم يخدموا في مؤسسات أعلامية خاصة مشكي في الأعلام العمومي سيف الدين مخلوف علق على ما يحدث في وكالة ونس أفريقيا للأنباء واكتب تدوينه قال فيها كاميل بن يونس ليه عمي ليه خالي وله وقتلي في الكرامة وعنده أربعين عام في الأعلام الرسمي ولكن سلطة التعيين في الوظائف العليا المدنية أسندها الدستور حصرا لرئيس الحكومة وهذا الأمر لم تهضمه بعد منظومة العصابات لذلك فهي تنتفذ مع كل تعيين لا تكون هي وراءه حتى وإن كان من داخل منظومة يقول بن يونس من المنظومة القديمة تابع البن علي ولكن عليش الرفض الحقيقي واسباب الحقيقي للرفض لأنه هو مش هما وراد تعيين نمتعه وما يرضيهمش لأنه مش تحتديهم توا كميل بن يونس لأنه من داخل منظومة ممتعهم لكن ما يلقاش القبول من قبل العاملين في بيكالة تونس أفريقيا للأنباء النتيجة يقول سيف الدين مخلوف هي حملة تعمير للقواعد المؤدلجة بجاهلها وبفاسدها وخاصة من أصحاب اللقمة البيردة الذين يقبلون بأطعام عيالهم من شهرية ومنح ولا يشتغلون في مقابلها في العام يوما واحدا الجملة هذه فيها تهجم كبير على السحفيين اللي هما ياخدوا في فلوس مش عرقين عليها ومش أحلال ويوكلوا بها في صغارهم لحقيقة من أقوى وسائل الأعلام في تونس هي وكالة تونس أفريقيا للأنباء على مستوى الرواتب مرتفعة جدا على مستوى الامتيازات على مستوى الترسيم وكل هذه كعليش دي ما فم إشكالية كبيرة يسر على وكالة تونس أفريقيا للأنباء سواء في المناظرات اللي تعملهم والانتدابات دي ما فم إشكالية على أنه فم محسوبية وفم محابات ومعنى الصحفي اللي يدخل لوكالة تونس أفريقيا للأنباء النجم يقولوا تخلي أحسن المؤسسات في تونس من حيث لسالير الرواتب والمنح والامتيازات وغيرها يقول سيف الدين مخلوف نتيجة هستيريا وهياجين وعون بسيط وصحفية متخرج البارح ينازعون في رئيس الحكومة في اختصاصه الحصري وحقه الكامل في تعيين أحد أكبر الأسماء في الصحافة التونسية مدير عليهم يقلل من شأن الاعتصام اللي صاير في وكالة تونس أفريقيا للأنباء ويقول المصيبة الأكبر أنهم يحتجون من قبل حتى أن يتفقوا على السبب يقول هما مش عارفين يحتجوا فقط لأنهم رفضين كاميل بن يونس ورفضين أصلا أنه رئيس الحكومة يعين اللي يحب عليه رغم للقانون والدستور يعطي الحق لرئيس الحكومة يعين الشخصية اللي راها مناسبة لترأس مثل هذه المؤسسة العمومية يقول واحد يحتج خطر كاميل بن يونس أخوين جي والآخر محتج معاه خطر كاميل بن يونس تجمعي ومناشد البنالي والاتحاد يركب كيف العادة للدفاع عن حق الأجراء في الفوضى وفي تشليك دولة القانون والله هم النساء أبرة مرة أخرى يجبد الاتحاد العام تونس للشغل حرب كبيرة برشة بين اتحاد الشغل وصيف الدين مخلوفة واقتلف الكرامة بصيفة عامة حتى أن اتحاد الشغل يرفض التعامل مع اقتلف الكرامة وفي مبادرة الحوار الوطني اشتارت أنه ما يشاركش فيها اقتلف الكرامة في المقابل اقتلف الكرامة دي ما يتهجم ويدخل في حروب مع اتحاد الشغل النعضة من قبل حاولت أنها تدخل في حرب مع اتحاد الشغل لكن خسرت وعرفت إذا كانت تحب تمارس السياسة ما لازم هيش تعادي اتحاد الشغل لأنها لو تكون في الحكم مرة أخرى فهي بش تتعامل معه وبيش تتفاوض معه وليزم تخلي حبل الودقاء بينها وبين اتحاد الشغل على الأقل ما يكونش فما حرب وسراع وتصريحات متبادلة كيما ليسايلتها بين اقتلف الكرامة واتحاد الشغل تخلي مجال للتفاوض ومجال للحكم مع بعضه لكن مخلوف يمشي تاوى للتصعيد مع اتحاد الشغل وما فماش يعني حتى مجال أنهم يتعاملوا مع بعضهم ولو انها ريخر سيف الدين مخلوف يكون في الحكومة معاش كون مش يتفاوض بالضبط فيما يخص الأجور والملفات اللي تم اتحاد الشغل فهذا عائق كبير ومخطئ في السياسة في تونس وهذه الحقيقة اللي ينقلوها مخطئ اللي يدخل في حرب مع اتحاد الشغل اتحاد الشغل أكبر قوة في البلاد اليوم ينجم يطيع حكومات ينجم يحط حكومات رغم اللي هو ينفي دوره السياسي لكن عنده دور كبير برشا لأنه المنظورين متاعوا والعدد الكبير متاع الناس ينجم يوقف بهم لبلاد وأي مؤسسات وأي مصانع شركات مؤسسات بلاد كاملة ينجم يوقف اتحاد الشغل بإقرار إضراب عام وشفنا برشا إضرابات عامة يجي هذا الكل في ظل صمت حركة النهضة اليوم على ما يحدث وعلى الاتهامات الموجهة لها بأنه هي وراء تعيين كاميلة بن يونس على رأس وكالة تونس أفريقيا للأنباء يجي هذا في ظل رفض حركة النهضة للاتهامات المتعلقة بملف إذاعة شمس أفام اللي هما رفضين تعيين متصرفة قضائية تابعة لحركة النهضة ومسقطة وعينة حركة النهضة وهذا اللي ينفيوه قيادات حركة النهضة لكن هي بالفعل وراء هذه التعينات تطورات خطيرة جدا مثل الأعلام اللي هو المكسب الوحيد للثورة اللي اليوم برشا ناسي يختلفوا للوضع السيسي زاد سوءاً الوضع الاجتماعي الوضع الاقتصادي لكن الحاجة الوحيدة اللي ربحناها من الثورة التونسية اللي هي حرية الأعلام حرية الصحافة اليوم النجم نحكي في وسائل الأعلام على أي حاجة النجم ننقضه رئيس نجم ننقضه رئيس حكومة نجم ننقضه حزب سيسي نجم ننقضه أي حاجة اللي كانت تقبل ما نجمش الأعلام يحكي فيها وإلا ينقض النظام ولا ينقض الحزب اللي يحكم اليوم كل الأحزاب سواسية صحيح أحياناً فما مؤسسات إعلامية موجهة تابعة لأحزاب معينة لكن هذا مشهد لحقيقة صحية لماذا؟ لأنه في العالم الكل موجودة وسائل الأعلام الخط التحذيري متاحا موجه إلى حزب معين ولا يدافع على فكرة معينة وإلا هو ينتمي إلى حزب معين وهذا ما هو الشعيب أنه مثلا نقول قناة الزيتونة عند اتجاه إسلامي ومولية لحركة النهضة هذا مش عيب جريدة الرأي العام كيف كيف؟ في المقابل زيدا نجمون القاو وسائل الأعلام أخرى تدافع على عابير موسي ومتوجه إلى دعم المنظومة القديمة وغيره وهذا يكون صحي وقتاش وقت لما نصلوش إلى الحروب معناها إمتعى الأعلام والحروب الأعلامية والتجيش على الأعلامين والصحفيين وأكيد الأعلام المستقل والأعلام المهني هو اللي ينقل الأحداث كما هي من غير مواقف سياسية وخاصة هذا مطلوب في الأعلام العمومي الأعلام العمومي اللي هو يمثل الدولة يمثل الوطن اللي الناس الكلها تخلص الأعلام العمومي من حقها إنها تشهد الحقيقة كما هي من غير تزييف ومن غير إنها تكون موجهة ومولية لطرف معين على عكس الأعلام الخاص اللي أحياناً يكون مسموح له بيش يكون يعني عنده توجه معين لكن على الأقل ينقل الحقيقة ولا يبالغ في شيطانة الخصوم السياسيين خاصة ما زلنا في متابعة لهذا الملف ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصي لكم الفيديو القادم اشتركوا في القناة